ثم هذه النبوات أحبائي تظهر لنا عصمة الكتاب المقدس وسلطة الكلمة أن الوحي يسير بتناغم وتناصب بانسجام تام وكامل كل الكتاب الكتاب المقدس موحى به من الله ويقول أيضا كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس أنفاس الله من خلال أنبياء القديسين ألهم بل أوحى لهؤلاء الكتاب أنه يكتبه وتكون الرسالة واحدة رغم الاختلاف السنين والقرون وكل الكتاب عبر أكتر من 1600 سنة لكن الهدف واحد وهذا بدل على صحة الوحي على عصمة الكتاب وأن الله ساهر على كلمته ليجريها شيء آخر من وحي الكتاب المقدس أحبائي أن الكتاب المقدس يقود الناس إلى الحق ضد الضلال ويقود الناس إلى اكتشاف النور ضد العمى الروحي فإذا الكتاب المقدس يتكلم عن شخصية المسيح فهل يعقل أن الله يناقد نفسه بأنبياء آخرون وإذا جاء نبي ولم يثبت نفسه بإتيان الآيات البينات والمعجزات الخارقات وإذا نفسه يقر أنه لا يستطيع فكيف ننسب صحة وحي لأي نبي آخر لكن الكتاب يقود الناس إلى اكتشاف الحق وإلى الهداية من خلال نور المسيح موسيقى موسيقى